إذن أشكركم مشاهدين أننا هنا في مقر الأمم المتحدة في جينيف ولبداية هذا اللقاء الخاص في أول ظهور للدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيس ومستشار الوفد الرسمي في مشاورات جينيف وأيضا الرئيس السابق لمكتب رئيس الجمهورية اليمني وأيضا هو الذي كان في طريقه لتسليم الدستور واخططف من قبل ميليشيات الحوثي لثلاثة عشر يوما وبعد ذلك كثير من الأطراف اليمنية رأت أن هذا الدستور كان طوق النجا قبل ما سمي بالانهيار وأيضا الانقلاب في المشهد اليمني يسعني أن أرحب بالدكتور أحمد عوض بن مبارك في هذا اللقاء الأول على شاشة سكاي نيوز عربية دعني أتحدث معك بداية عند مسألة الاختطاف لثلاثة عشر يوما الأهمية الجوهرية وأنت كنت متجه لتسليم الدستور اليمني وما اعتبر طوق نجا لما يحدث الآن هل كان بالفعل يمكن أن يحمي اليمن مما تشهده الساحة الآن أنا سعيد جدا أكون في أول إطلالة مع سكاي نيوز يعني ما يهمنا كثيرا هو الحديث حول المستقبل المستقبل اليمن الذي كنا قاب قوسين أو أدنى من بداية فجر جديد وعهد جديد عبروا عنه اليمنين في انخراطهم في مؤتمر حوار وطني الشامل لأكثر من عشرة أشهر وقبل ذلك في ثورات عارمة سواء ابتدأها الحراك الجنوب السلمي في 2007 ثم ثورة الشباب في 2011 وثورة التغيير ثم بطريقة حضارية اشتركت كل القوى السياسية اليمنية في حوار انتظم لمدة عشرة أشهر طلحت فيه كافة القضايا المتعلقة باليمن من الستينات كل قضايا الرئيسية اتفقنا على حلول جوهرية لاتجاه قضايا كبرى ثم بعد ذلك شكلت لجنة سياقة الدستور وكانت فيها تمثيلية عالية لكل القوى والأطراف السياسية وكذلك أمضت أشهر كاملة إلى أن خرجت بمسهدة أولية قابلة للنقاش وكان هناك برنامج لمدة ثلاث أشهر لطرحها على الهيئة الوطنية ونقاشها ثم هناك استفتاء حول الدستور بعملية كانت مصممة بشكل إيجابي برعاية دولية بمشاركة واسعة من كل القوى السياسية وكانت هناك خلافات وكنا نديرها بالحوار حرصنا تماما أن نتجنب أن نجر اليمن إلى مربع العنف كنا نرى المشهد الذي قدنا إليه اليوم كنا نراه بشكل واضح لذلك كنا نقدم كثير من التنازلات التي تم لومنا عليها بل خونا من قبل البعض وكاننا حرصنا هو كيف أن نحافظ على نسيج الاجتماعي لليمن أن نحافظ على هذه اللحمة لكن في الوقت الذي كانت هناك أيدي تعمر كانت هناك معاول للهدم كانت تتحضر يعني محلية وإقليمية طرف إقليمي محدد التحالف واضح كانت بين المخلوع صالح وميليشيات الحوثي طلحت قضايا كنا نتحاور فيها حدث استخدام للعنف لكن هل كنتم تتوقعون أن تذهب الأمور لما تشهده اليمن الآن ومتى تيقنتم أن بالفعل الأمور متجهة للأسوأ؟ مشهد الإنقلاب كان واضح منذ أن ابتدأنا متوار الحوار أنا أتذكر للحظة في أحد جلسات بطول حواطن الشامل أتتنا أحد أعضاء الحوار وهو شخصية عسكرية من قريبين من صالح وقال له بالنص هل تعتقد أنكم ستمضون في هذا الأمر؟ فقال لي احلموا لكن ما سيحدث هو شيء آخر نحن في الجيش نحن في التواجد في المؤسسة القبلية نحن 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 ولن تمضوا ولا يمكن لكم وكان هناك فيه صراع صراع إرادات حقيقية كان بين مصلحة تعبر عن جموع اليمنيين وبين مصالح فئوية مع الأسف أحيانا وظفت فيها مشاعر البسطاء من الناس مثلا عندما ابتدأت ما اسموه بثورة 21 سبتمبر تحت رأي ثلاث شعارات إسقاط الجرعة وإسقاط الحكومة وتطبيق مخرجات الحوار وشوفنا كثير من البسطاء انتظموا في هذا الأمر ودافعوا إنها اتطبطت حينها بمطالبهم وحياتهم يعني توظيف رخيص لهذه المطالب لم تطبق مخرجات الحوار أسقطت الدولة ولا تسقط الحكومة أسعار المشتقات النفطية لأن أضعاف أضعاف مش فقط المشتقات النفطية كل شيء في اليمن أصبح مضعف فقعدون إلى الكارثة ما أقوله أنه كنا قريبين جدا بشكل سلمي رقم الاختلاف لا ننكر أنه كانت هناك خلافات حقيقية ليس فقط فيما يطرح من قبل الحوثيين حول قضية الأقاليم القضية الكبرى كانت هي القضية الجنوبية وكانت هناك رأي وصوت معتبر له وجهة نظر مخالفة لما اتفقنا عليه ما الذي كان يخشونه من الدستور الذي كنت في طريقك إلى تسليم بالتأكيد هذا معناه أنه حقبة جديدة لليمنيين معناه أنه إعادة توزيع خارطة القوة في اليمن لمصلحة عموم اليمنيين كسر احتكار يدعى بأنه احتكار تاريخي للسلطة بداية حقيقية للشراكة الحقيقية في السلطة والثروة بينه كل اليمنيين وما حدث اليوم هذا التدمير وهذا الغزو ما معنى أن تضرب المدفعية البيوت الآمنة الناس كثيرين يتكلمون الآن هل تعلم أنه في تأز في يوم واحد ضربة ثمانة مستشفيات؟ هل تعلم أنه يوميا في اليمن يختطف عشرات الناشطين السياسيين والصحفيين مئات بسطاء الناس أعلام ليس مجرد أنا أتكلم معك هنا وزميلي دكتور ياسين القباطي في المعتقل الأستاذ محمد قحطان قامة سياسية البطل محمود الصبيحي وزير الدفاع فيصل رجب يعني قائد لواء ناصر منصور قائد من السياسي هناك كثير من رجالات اليمن وأعلامها ورجال الدين يقبعونه في المعتقلات طيب دعني أقترب معك عن الوضع عندما كنت مختطفا لثلاثة عشر يوما تقريبا 12 ليلة نعم كيف كان الوضع التعامل هل كان هناك ضغط باتجاه معين طريقة التعامل معكم في أي اتجاه تراها هو عمل كان مستنكر بكل معنى الكلمة أنا بالمناسبة كنت في هذاك اليوم متجه لتسليم نسخة الدستور والمناسبة اختطافي لا يعني انتهى الدستور دستور محفوظ في ذاكرة اليمنيين في عقولهم نسخه موجودة لدى كل أعضاء الجن الساعة الدستور تم تسليمه سابقا يعني من قبل الجن الساعة الدستور الأخرج الجمهورية فالتالي رمزيا هو كان هو انهاء هذه المرحلة أنا أعتقد وهذا ما سمعته حتى قاله الأخ رئيس الوزراء نابلس الجمهور رئيس الوزراء أنه يوم اختطافي كان بداية تعلان الانقلاب البداية الفعلية لتطبيق الانقلاب لأنه بعدها انهارت حبات الدمنو يعني انت قريب من الرئيس عبدالربو منصور هادي هناك من يلوم الحكومة ممثلة بالرئيس من أنه كان بالإمكان أفضل مما كان هل بالفعل ترى ذلك؟ أنا أقصد كثير من الناس يتكلموا على الأمثل يعني أنا أقصد كثير من الناس يعني وإحنا في حوارات كثيرة الواقع اليمنية واقع معقد بشكل كبير مفاعل القوة في الأرض مختلفة يعني اليمن عاش تجربة صعبة تم الاتفاق السياسي وأعتقد كانت الخطيئة الكبرى أنه تم الموافقة على بقاء عبدالله صالح في المعادلة السياسية اليمنية يعني قد كنا نتغاضى على قضية الحصانة لكن كان مهم جدا أن نغيب عن المشهد بقاءه لعب دور كبير جدا في كل ما نشاهده اليوم ترافق ذلك مع وجود ميليشيا مسلحة كانت هناك جهود أنا أقول يعني كثيرا ما لومنا أولا الحوثين دخلوا صنعها في 2011 ثلاثة ثورة الشباب باتفاق سياسي كل الأطراف رحبت بهم وكان قرار حكيم في حينها لأنه كانت الناس تريد أن تغادر مربع العنف وتريد أن تفتح صفحة جديدة نحو المستقبل وكثير من الناس قالوا كيف تتفاوض مع حركة مسلحة تحمل السلاح إذن هذا مدعا أن نتحاور مع القاعدة كذلك لكن كنا ننظر بنظرة بعيدة وبتسامح شديد يعني وهو تعبير عن الحالة يمنية تعاطي الحكومة الآن متواجدون في الرياض لكن أيضا هناك لوم من قبل أطراف يمنية عدة من الشعب اليمنية من أين على الحكومة أن بالفعل تتحرك لإيجاد الحل لمنع تدهور أكثر للوضع اليمني أنا أعود للسؤال الأول حول ما يشاح الدولة بشكل عام ورئيس يعني فخامت لك الرئيس كنت أقول أن الناس دائما تنظر للصورة المثلة دون أن تنظر للأدوات المتاحة وتطالب بذلك وأنا أقول أن المشهد السياسي معقد بشكل كبير في اليمن هذا دون دون هل تملك الحكومة أدوات للتغيير في المشهد هل لديها أدوات بالفعل أن يكون لها دور فاعل لتغيير شيء على الأرض أنا أعتقد أهم دور تلعبه الحكومة وأهم دور لعبه الأخ الرئيس هو الحفاظ على الدولة الدولة إذا سقطت تمام الآن ما يحفظ هذه الدولة هو الشرعية السورية الممثلة في خامت لخ الرئيس المهورية وبقية الموساد السورية لبنان ظل يتحارب لسنوات طويلة جدا ظل ما حافظ على تماسك لبنان هو وجود المجلس النواب التي في لحظة فارقة تم استدعاوه وتم إيجاد حل مهم جدا أن نحافظ على الدولة وإلا اليمن ستنزلق إلى أتون أسوأ مما نحن فيه مهم جدا أن نتمسك أنا أتذكر يعني كلمة للدكتور عبد الكريم إرياني قال لو الشرعية عصى عصى خفية كذا سأقف معها لأن الوقوف معها ووقوف مع اليمن مع اليمن بالتأكيد هناك نقد يوجه هنا هناك لكن أنا أقول وفق الأدوات المتاحة وفق الظروف المحيطة هناك إنجازات كبيرة هناك دور كبير تم لعبه من قبل فخامة الأخ الرئيس من قبل نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة والفريق الصغير الموجود معه في ظروف غير طبيعية بالمطلقة لكن في ظل كل هذه التعقيدات عدم حضور الحوثين إلى المشاورات عدم الجدية المماطلة أي إن كانت تعقيدات عدة كما أشارت وبالفعل كيف يعني على المشهد اليمني وأيضا اليمن الخروج من هذا النفق المطلق نحن أولا يعني كوفد رسمي يعني نمثل الجمهورية اليمنية حريصين على إجاد حل حقيقي لليمن حريصين على استقرار اليمن على الأمن والسلام الاجتماعي قلنا مرارا مستعدين نذهب إلى أي مكان لنناقش كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة لكن عندنا الشعار الرئيسي أنه لن نناقش إلا في طهر القرار 22-16 تحدثنا بشكل واضح أنه هذه المرحلة هو النقاش بين الدولة وبين المتمردين والسبب الرئيسي ليس خفر من حوار سياسي مع بين كل المكونات السياسية نحن نعتقد أنه لا يمكن لأي حوار سياسي بين المكونات في ظل أن الدولة مختطفة وهناك حرب في الأرض وهناك ميليشية تسيطر على كل أدوات الدولة علينا أولا أن نناقش كيف يمكن أن نعبد الطريق لوجود حوار حقيقي لاحق بين المكونات السياسية تناقش فيه استعادة العملية السياسية أولا نحن هنا كوفد رسمي ممثلة للشرعية وهذا ما أكدنا عليه في كل لقاعتنا وهذه الصيغة التي نحضر بها اليوم اليوم كان فيه لقاء بين السيد الأمين العام والوفد الرسمي للجمهورية اليمنية وكنا حريصين كذلك من أول لحظة نحن أتينا في الموعد المتفق عليه وفقا للدعوة المحددة التي وجهت لنا نحن ملتزمين بأجندة محددة تعاملنا وتفاعلنا بشكل إيجابي مع كل الدعوات الدولية وأتينا ونحن نحمل روح المقاومة التي تدافع اليوم باختصار وفي جملة واحدة لماذا التركيز على العدد سبعة زائل ثلاثة المستشارين وباختصار دكتور أحمد هذه مسألة تم الاتفاق عليها مع المبعوث الأمومي محددة بشكل واضح في الدعوة الموجهة لنا من قبل أشكرك دكتور أحمد عوض بن مبارك مستشار الوفد الرسمي اليمني المشارك في مشاورات جينيف والرئيس السابق لمكتب الرئيس المدير السابق المدير السابق لمكتب الرئيس اليمني شكرا جزيلا لك لتحت الفرصة لقائك منذ اختطافك في يناير الماضي شكرا جزيلا لك تحيات شكرا جزيلا